هو يفهم فقط بلغة الحرب لم يصغي للمجتمع الدولي ولحلفاء هو بالتالي يطلق حرباً في لبنان وهذه الحكومة تريد أن تصاعد في الدفع الغربي لو حدث ذلك عندئذ تصبح خطورة الحرب الإقليمية أكثر جدية لأن رمزية الأماكن المقدسة هي مهمة بالنسبة للعالم العربي والإسلامي أساساً ما نقول هنا هو أن كل ذلك بسبب نيتنياهو وقبل نحو سنة وقفنا أمامكم هنا وحذرنا من هذه اللحظة وقد وصلت سيد تفاق الوضع إلا إذا قام مجلس الأمن بأداء دوره ووفر الحماية لسلم الأمن الدوليين ومنع هذه الحكومة الإسرائيلية متترفة جداً وهي عضو في منظمة والوية المتحدة نظمت وصفتها منظمة إدرهابي ما لم يتم وقف هذه الحكومة فإن المنطقة سوف تسقط في الهاوية والمنطقة بكامل بما في ذلك مستقبل إسرائيل سوف يواجه الخطر على أن يواجه الحقيقة وهي ما لم يتم وقف نيتنياهو ما لم يتم وقف هذه الحكومة فإن الحرب سوف تشملنا جميعاً بالأمس الرئيس الأمريكي ورئيس الفرنسا حدث بشأن إمكانية توصل إلى هدنة إنسانية وأحدكم قال بأن إسرائيل وفقت وحزب الله وفق الحكومة اللبنانية وفق ونيتنياهو أول ما قام هو أنه سيواصل عدوانه على لبنان وقد ألقى كلمات مليئة بالتضليل وشتت الانتباع عن القضية الأساسي الخطر الحقيقي في هذه المنطقة هي سياسات هذه الحكومة الإسرائيلية وأعمال هذه الحكومة الإسرائيلية وإخفاق المجتمع الدولي في وقف إسرائيل وحماية القانون الدولي والنظام الدولي وحياة الفلسطينيين الذين أصبحوا في وضع مزرع بالأمس أكثر من خمسمائة مواطن لبناني قتلوا في يوم واحد وكان شيئا لم يحدث منطقة حكتر حقيقي ونيتنياهو يرغب في حرب إقليمية بالتأكيد وهذا ما حذرنا منه عندما تزور لبنان وما سيحدث في لبنان إذا استمرت هذه الحرب فإن الناس ينزحون من ديارهم وإذا كان هناك غزو بري سيتوجب على الجيش اللبناني دفاع على البلاد وماذا سيترتب عندنا نحن ننظر في مخاطر حقيقية اليوم يجب أن يتوقف وإذا لم يرى المجتمع الدولي خطورة الوضع فسنكون هنا أمامكم بعد شهرين ونقول لكم أن الأمور زادت سوءا هل يمكن جعل الجمعية العامة توفر عقوبات بالإضافة إلى القرارات وتدابير عقابية ضد إسرائيل أم أن كل ذلك ما هو مجرد ترجمة نانسي قنقر